قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركم فيكم الثقلين ما تمسكهم بهما لنتظل بعده حبيبي الثقلين يعني الإنس الجن الثقلين يعني الإنس الجن هي الثقلين من الثقل الثقلين الإنس الجن الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما تمسكتهم بهما لنتظلوا بعده وهم ترتقى حتى يردع لك الحوض أولا هل زوجات النبي من أهل البيت من أهل البيت لا لا سأقول لك أنا الآن حديث العطرة الموجود في صحيح مسلم صح؟ صحيح مسلم والله لبيتي اذكركم والله كأهد بيتي صح كده؟ اي بس أنا الذي جلبته هو من صحيح الترمزي حبيبي أولا أولا ما اسموه صحيح الترمزي يعني ما فيه صحيح إلا صحيحين عندنا صحيح مسلم وصحيح البخاري أما كل باقي دي حاجة تانية دي نقطة تانية أنت بتقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عطرتي أهل بيتي صح نعم لغة وشرعا الزوجة تدخل في مسمى أهل البيت أم لا اللغة تدخل وشرعا نعم قلت لك شوف أهل البيت فيها معنا يون أهل البيت قلت لك لغة أنهما الزوجة والأولاد الأقار أنا دلوقتي عشان أعرف عشان أعرف أن الزوجة يا أستاذ بس عشان تبقى فهم ياريت نتعلم والله العظيم وقسم بالله العظيم برنامج ده للتعليم والله العظيم ما بدخل وانا نيتي وانا جاي من بيتي ما باجي على سبيل الجدال بل باجي على سبيل التعليم أنا سألتك لغة وشرعا هل الزوجة تدخل في مسمى أهل البيت أم لا نعم خلاص مين بقى اللي خرجها من مسمى أهل البيت ده اللي احنا عايزين نعرفه لا أنا أنا قلت لك يعني هي من ضمن أهل البيت لمن الحديث عن هذا يا باشا هو الحديث لما يقال الحديث أولا أطلق كلمة أهل بيتي أطلق كلمة أهل بيتي فكلمة أهل بيتي يعني سكان البيت المتواجدون في البيت بيت من؟ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم طيب يعني في هذا الحديث من المقلولون زوجات النبي وأصحاب الكساء يا ابني أو أنا يعني أنا لازم يا إما أدخل زوجات النبي يا إما أخرج أصحاب الكساء يعني ما ينفعش الاثنين يكونوا مع بعض يعني ما ينفعش أهل الكساء يكونوا من أهل البيت والزوجات من أهل البيت طيب مع بعض يعني هم مع بعض الاثنين فضل طيب طيب في معركة الجمل عائشة كانت في طرف والرسول صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بهما بمن سأتمسك إن كنت في معركة الجمل الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بهما تتبسك بمن معه الحق إيه المشكلة يعني هل معنى ذلك أنا حاول لحضرك حاجة حديك مثال حديك مثال لأن دايما الشيعي بيحاول يتزاكى هو لف اللفة دي كلها عشان يقول لك المتين دونه حاول لك أنا الآن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحدهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي وسمىهم مؤمنين وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فالله عز وجل سمى الانتنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم معنى في قتال لكن أديك مثال أوضح من كده الآن السيدة فاطمة رضي الله عنه أرضاه غضبت على علي بن أبي طالب والآن الله عز وجل قال لنا تمسكوا بالسيدة فاطمة وتمسكوا بسيدنا علي بن أبي طالب مع من نقف مع الذي غضب أم مع المغضوب عليه ما أقول لك باب عندكم غضبات لو عندكم غضبات وعندكم غضبات أعطني الرواية أعطني الرواية اتفضل يا الله على الشراوع للصدوق يكتب كده معايا جاء أشقي من أشقياء لفاطمة إذن أشقي من الأشقياء هو الذي أخضب فاطمة وليس علي حلو خدي بقى مني كده ودعيلي السيدة فاطمة لما سمعت كلام الشقي وغضبت بنت غضبها على حق أم باطل هي غضبت على الشقي شوف الحديث فما أخضبها فقد أخضبني يا ماشا أنا عايز الحديث الأول يا أستاذ اقرأ لنا الحديث الأول وبعد كده نشوف السيدة فاطمة هل غضبت على الشقي أم غضبت على علي بن أبي طالب فالآن أنا عندي واحد غاضب والتاني مغضوب عليه واللي اتنين الله عز وجل أمرنا بالتمسك به حسب الحديث اللي انت جبته فهل أتمسك بالغاضب أم أتمسك بالمغضوب عليه أستاذ قلت لك الذي أخضبها هو الشقي يا باشا لا في الرواية ما فيش أن أخضبها الشقي هي سمع الكلام الشقي ولم تتبين فغضبت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أستاذ هي من الرواية يبين المعنى حبيب اقرأ الرواية اقرأ الرواية اقرأ الرواية تفضل اقرأ الرواية طيب حدثنا علي بن أحمد حدث السنة يباش أقرأ انت اللي انت عايز تقرأ اقرأ تفضل من ذلك استوع جالس ثم قال انه جاء شقي من الاشقيا الى فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها أما علمت ان علي قد خطب منك أبي جهل فقالت حقا ما تقول فقال حقا ما أقول ثلاث مرات فدخلها من غيرة ما لا تملك نفسها وذلك ان الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرا وكتب على الرجال جهادا وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الأجري ما جعل المرابط المهاجر في سبيل الله قال فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة حتى أمست وجاء الليل عملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أم كلثوم اللي شرى بيده اليمنى ثم تحولت إلى حجرة أبيها بس كذا بس الحد كذا الآن سادة كم الرواية لا الحد كذا بس هو ده الجملة تندل مفيد مش هتغير رأيها بعد كذا الآن الآن بس السؤال بس هي بنت بنت غضبها على قول الشقية أم لا نعم طارت العسمة لأن هي خالفة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فسيدة فاطمة لم تتبين هنا بقى لما غضبت غضبت بقى اللي انت قرأته ده غضبت على الشقي طب هي لما غضبت على الشقي تاخد ليه عيالها وتروح لبيت النبي صلى الله عليه وسلم مش معقولة يعني إذا غضبت على علي أنا منذ البداية قلت لك دعني أكمل الرواية حبيبي حتيكمل الرواية حبيبي والله العظيم لو كملت الرواية ثلاث صفحات ما حترجع في كلامها تاني لكن أنا بكلمك دلوقتي على الجزئية اللي احنا بنقرها الآن هل هي بنت غضبها على كلام الشقية على علي بن أبي طالب يعني هي غضبت من علي بن أبي طالب بناء على كلام الشقية يعني بنت غضبها على شقي كلام شقي ولم تعلم أنه شقي يبقى طارت العصمة ثانيا بنت غضبها على علي بن أبي طالب ولم تتثبت ضربت العصمة هي دلوقتي غاضبة على علي بن أبي طالب لذلك ذهبت إلى من إلى بيت أبيها استاذ قلت لك يا من معنا الرواية نحن عندنا عن كيف قل لك ما فعلته فاطم وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم ثم استدقى عبابكة وعمر وطالحة ليقولوا لهم أن فاطمة بضعت مني ما يغضبها فقد أغضبني لا يا حبيبي دلست في الرواية دلست في الرواية اطلع سطري تاني كده اطلع سطر قبل كلمة طالحة قبل كلمة طالحة كده هو أبو بكر الصديق اطلع سطر عندما قال لها يا علي أما علمت أن فاطمة بضعة مني هم لحظة فقال علي أما بلغها شيء ولا حدثت بها نفسي فقال النبي صدقت وصدقت وفرحت فاطمة عليه السلام بذلك تبسمت حتى رؤية ثغرها فقال أحدهما لصاحبه إنه لعجب لحينه ما دعا حبيبي 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 ما تزورش الرواية ما تدلس ما تنطش هربع خمس سطور اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع من أول كلمة على يمين كده لا يهينها من أول كلمة لا يهينها اقرأ لا يهنيها النوم وليس لها لا يهينها النوم صدر يلا صح مش الصفحة عندك أول كلمة مش الصفحة عندك أول كلمة لا يهينها لا يهنيها النوم يهنيها النوم ماذا يلا وليس لها قرار قال لها قوم يا ابني فقامت فحمل النبي صلى الله عليه وآله الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أمك ثم فانتهى إلى علي عليه السلام وهو نائم فوضع النبي صلى الله عليه وآله رجله على رجل علي وغمزته وقال قم يا أبا تراب فكم ساكن أزعجته ادعوا لي أبا بكر من داره وعمر من مجلسه وطلحا فخرجت علي فاستخرجهما من منزلهما واجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها فمن عذاها فقد عذاني شكرا لكم الدلس تاني شكرا لكم الدلس تاني